السلام عليكم تحية من قناة وصفات انفدوى كيفية اليوم كرة التقاء الصحية 100% بالشوفان والمكسرات وبودول الكتان وعناصر اخرى رح نشوفها مع بعض في هاد الفيديو وهاد كرة التقاء ره مفيدة جدا للقضاء على التعب وزيادة التركيز عند الكبار وعند الصغر ومفيدة خاصة لمرضى فقر الدم لانه كرة التقاء هذه رهي غانية بالمغنيزيوم والكالسيوم والحديد وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن تنقد اكدو انها صحية جدا جدا بلا من دول عليكم قبل مبدأ في الفيديو ماذا بكم تحطوا لي الجامع قبل المشاهدة وخلوا لي تعليق مشجع محفزكي مع وتوني وبرتجوا الوصفة بين الأحباب والأصدقاء لتعوم الفائدة بين الجميع ومشاهدة طيبة اول حاجة نجيب سينية الفرن فيها زوج كيسان تعشوفان راح ندخله يتحمس مدة عشر دقائق على نار قليلة في الفرن حتى يضي اللون نوعا ما الذهابي يعني ما تخلوش يضي اللون غامق جسد يضي هذا اللون اجبته يعني حركوه تونزون طوح تيضي هذا اللون ونجيب ثاني كيف كيف الصينية نحط فيها كاس تع مكسرات عندي كاس تعبندق كاس تعالوز والكاس تعالجوز ومكسرات هذي كامل رافيها نسبة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم دونكرا هي مفيدة جدا ندخلها كيف كيف تتحمس واحد العاش دقائق على نار قليلة وبعدها نجيب الغبوز تعي راح اول حاجة نتحل المكسرات او نرحي المكسرات كي ما راكم تشوفو نرحيهم غير شوية وبعدها نزيدوا بقية العناصر بعد ما رحيت المكسرات راح نزيد هنا كاس تعزبيب اللي كنت خسلته وقترته يعني نخليته ينشف راح تاني كيف كيف نعود نرحيه مع المكسرات نزيد لهم الآن زوج كيسام تعشوفا لكي كنت ديجا حمصتهم قبل نعود ثاني كيف كيف نخلطهم يعني ما نخلط بزاف فقط لبعد التواني فقط ومن بعد راح نجيب ايناء يكون حكتها عريض ولا جفنا كما تحبون نفرغ فيها كامل المكونات اللي هي مكسرات وشوفان وزبيب راح نضيف لهم هنا ملعقة كبيرة تع بذور الكتن أنا دخلتهم جوزتي يسخنوا شوية او يتقلوا او يتحمصوا شوية في الفن ومن بعد جبتهم مع ملعقة كبيرة تعال الججلان كما تعرفوا تاني الججلان راح فيه نسبة من الكاسيوم والحديث راح مفيد جدا تت ملعقة صغيرة تع زريعة البسباس وملعقة صغيرة تع حبة الحلاوة كما تعرفوا حتى هذا راح فيهم بزاف فوائد وتاني بذور الكتن راح فيها نسبة 75 بالمئة من ميجا تخوة وتاني فيها الألياف الغذائية والبروتين نخلطهم كامل مع بعض كما شفتم معايا وهنا عندي دي بس التمر او عسل التمر اللي راح ألم به الخليط تعي باش تكون هات كورات الطاقة صحية مئة بالمئة اما نستعملوا عسل التمر ولا نستعملوا العسل للحر إذا ما عندكم مش معلش توم حرين تقدروا تديروا العسل العادي تلموا به ولكن من الأحسن مش تكون مفيدة لازم تديروا دبس التمر أو عسل التمر وتديروا ولا تديروا عسل العسل للحر أنا هاد عسل التمر كنت تدرتوا معاكم العام ليفات ورشد لي مدة عام يعني خليتوا في التلاجة فقط مدة عام كامل وهو في التلاجة مصرى لوحة حاجة كل ما نحتاج ندير دوا ولا حاجة نجبض منه كمية ونديرها ألوغ بشتوف هنا معايا النتيجة يعني تعاسل التمر هو ناجح مئة بالمئة والوصفة راح نتلقاوها في آخر الفيديو أو في شاشة نهاية للفيديو تلقاوها في صندوق الوصف بإذن الله بعد ما نميت المكونات كامل شوفوا هنا قسمة تشوفها تماسكت وتقدروا تشكلوا منها كورات هنا رحين تحبسوا يعني ما تزيدوش عسل التمر ولا العسل للحر وتديروا تشكلوا في الكورات هنا انتما والرغبة التحكم إذا حبيتوا الكورات يكونوا شوية صغر صغرهم تحبيتهم هكذا متوسطين للحجم كما تشوفوا ثاني أديروهم هكذا أنا حبيتهم هكذا شوية كبار وبعد ما نتملوا شكلوا كامل الكورات نديروهم في الدلاجة كما كتاب بس نواتحهم نخلوهم يتماسكوا ساعة ولا زوج ومن بعد نديروهم دونزينبوات نديروهم في علبة محكمة الغلق ونحطوهم في الدلاجة وكل ما نحبو نقدموا لوليدتنا ولا نقدموا يعني لالناس اللي راية كي مقتلكم مرضى بفقرة دم الله نديروهم كورة من هذه الكورية الطاقة مع كاس الحليب اللي يكون بارد ومن الأحسن تستعملوا الحليب البقرة تغلوه مليح وتبردوه يعني وتحطوه في الدلاجة كما قلت لكم حبة أو كورة من كورية الطاقة مع كاس الحليب راح أكيد تعطيكم طاقة ونشاط وتقضي على التعب والإرهاق طول اليوم إن شاء الله الوصفة تعنات على اليوم استفاديتوا منها ونقلكم ترتجوها بين أحبابكم أصدقائكم هكذا كامل يستفادوا منها وإلى اللقاء في وصفات أخرى بإذن الله